إذن فاز المهندس أحمد الراجح بالانتخاب يوم الأمس برئاسة مجلس غرفة الرياض كمن تخيب الأستاذ حمد بن علي شويعر والمهندس منصور بن عبدالله شاثري نائب بيني للرئيس بالإضافة للأستاذ سعود الفرعي ممثلا للغرفة في مجلس الغرفة السعودية وعبر المهندس الراجح عن شكره العميق لزمالائه الأعضاء لثيقتهم بالاختياره رئيسا للمجلس معربا عن أمله في أن يتمكن المجلس من مواسطة قيادة غرفة الرياض لمنهوض بغطاء الأعمال بالعاصمة وأيضا خدمة الافتصاد الوطني وبرامج التنمية وقد تدولت بالأمس الصحف والحسابات الإخبارية هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي مهنيين المهندس أحمد بهذا المنصب ونحن في برنامج أخباركم يسعدون أنه مهني المهندس أحمد الراجحي بهذا المنصب سائلين الله له كل التوفيق طبعاً عبد الحكيم وسائل المشاهدين نؤكد أن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وهو الفائز بمنصب غرفة الرياض سيكون معنا بإذن الله تعالى خلال هذه الحلقة إذا ننتصال الآن بالتسعادة المهندس حياكم الله سبحانه يا هلو سهلة حياكم الله أولاً أن أبارك لكم فوزكم برئاسة غرفة الرياض وأنا أشرف بمداخلكم مع أخباركم الليلة الله يبارك فيك يطول أن الله يسلمك طيب سعادة المهندس لو تحدثنا عن أهم الخطوات القادمة ورؤية المستقبلية لكم كرئيس جديد للغرفة بالرياض وتحديداً حول التوسيع من الطاقة قدمات الغرفة التجارية بالرياض أولاً شكر لكم الحيلة على الاستضافة هو يعني الاجتماع الأول بالمجلس كان الاجتماع متفائل جداً والسبب أنه يمكن أكثر من ثمانين من بالمئة من العضاء الجدد وعندهم طموح كبير لتحقيق أهداف الغرفة وأيضاً سواء كان الأعضاء المنتخبين اللي هم الأصناش أو الأعضاء المعينين الستة كلهم أجمع على أنه يجب عمل الرؤية التوافق مع رؤية المملكة والصراحة يعني يوجد خليط في المجلس لا من ناحية الخلفيات الابتصادية أو حتى الأعمار والنسبة العظم منهم شباب فالحمد الله أنا أعتقد أنه كان الاجتماع متفق من الملكة الاجتماع الأول وأعتقد أن الطموح كبير من جميع الأعضاء الثامنطاش وحضروا جميعهم للاجتماع الأول فالحمد لله أنا أعتقد أنه طبعاً وضع رؤى مبدئية لأنه كل الناخبين كانوا عندهما أهداف ورؤى لتحقيقها سواء كامل من دعم الشباب ودعم المؤسسات الصغيرة والصورة طيب لو توضح لبعض النقاط التي تضمنها الرؤية طبعاً طبعاً هو طبعاً 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 عشرين وأيضا دعم المنشطات الصغيرة والمتوسطة دعم الدريب وانخراط الشراب السعود في العمل خلق بيئة جاذب الاستثمار لمنطقة الرياضة بشكل عام بما أن الغرفة هي معنية بمنطقة الرياضة في أهداف الحقيقة طموحة جدا وأعتقد أنه بإذن الله الأربع سنوات القادمة ستكون أربع سنوات مليئة بالبرامج ومليئة بيتنخيذ خطط تواكب بإذن الله تعالى ونحن نوفق بأخباركم نتمنى لكم بإذن الله تعالى كل توفيق وسداد في إدارتكم لظرفة الرياضة سعادة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكرا جزيلا لك على ما خاصيت به أخباركم بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر